نهاركم سعيد وأهلا وسهلا بالجميع بدي أتكلم اليوم على طاقة المكان وبعد رمضان والعيد بيكون صار عندكم زيارات كتير جناس كتير طاقات مختلفة طبعا طاقة رمضان حلوة وكثير أثرها جميل علينا لكن دائما من لما بتتغير المواسم وداخل علينا الصيف وبنكون فترة عيد وبنخلص العيد مهم إنه إحنا ننظف الطاقة تبعة مكاننا هلأ الناس عندها مفهوم عن طاقة المكان إنه أنا لازم أغير الأثاث تبعي لازم أغير شغلات معينة لازم أغير بيتي عشان تزيد الرزقة لازم يكون بيتي بشكل معين وكل هاي كلام مش صحيح بيتك عشان تكون الطاقة فيه بس إحنا نفهم شو طاقة المكان؟ طاقة المكان يعني الطاقة والذبذبات اللي بتتصدر علينا من المكان كمكان ومن الأثاث اللي موجود ومن الأشخاص اللي موجودة في المكان ومن أفكارك ومشاعرك اللي مخزنة إن كنت أنت أو الأشخاص اللي سبقوك في هذا المكان اللي كانوا سكنين قبلك فأول إشي وأهم إشي عند أي شخص عشان يبدأ ينظف طاقة مكان ويرتب أموره يعني الأدراج اللي مليانة كركيب هاي تترتب ما عرف تترتبها في ناس مسؤولة عن هذا الإشي بتعرف إنها ترتب لك إياها كثير في ناس بعملوا أورجانيزيشن هوم أورجانيزيشن كثير في فيديوهات بتعلم هذا الإشي كيف تخلي الأدراج تبعتك مرتبة لأنه شوفوا مش بس مهم إني أنا أرتب المنظر الخارجي قد ما مهم الأدراج تبعتي تكون أول شيء مرتبة تاني شيء فيها مساحات فاضية إن كان الملابس إن كان الأدراج اللي موجودة في البيت إن كان تبعت المطبخ إن كان في الصالة إن كان اللي هي تبعت التيفي يونت إن كان السايد تابل تبعتك أي شيء مخبة في درج مهم إنه يكون منظم لأنه اللخبطة اللي موجودة في بيتك هي موجودة داخلك اللخبطة في الأدراج موجودة جواك اللخبطة اللي موجودة في حياتك أنا لو دخلت بيت شخص بقدر أعرف داخل هذا الشخص شو هل هذا الشخص مرتاح هل هذا الشخص مش مرتاح هل هذا الشخص مشاعره كويسة مشاعره مش كويسة عنده لخبطة عنده أزمات مالية ما عنده كل هاي الأشياء بالنسبة لي أنا كشخص بعمل ضبط لطاقة المكان بيفهم هذا الإشيي وإنت لازم كمان تفهم هذا الإشي فترتيبك لأول شيء لبيتك من بره مش إني أنا أشيل الكركيب وكركبها في خزانة لأنه كمان الخزانات يعني إحنا دائما إيش بنقول لما أنا برتب خزانتي وبترك مكان فيها فاضي وبشيل الأشياء القديمة كأني بقول للكون جيب لي جديد يعني كأني بقول للكون ابعت لي مال عشان أشتري جديد وكل ما أجيب إشي جديد بطلع أشياء قديمة فبالتالي المفهوم إني أنا بس تكون المكان عندي مرتب من بره وأنا قاعد ومكان فاضي مش صح مهم كمان الأدراج تكون مرتبة ممكن تجيب لك ديفايدر تحط فيها الأشياء ترتبها بطريقة معينة بوكسات ترتب فيها بطريقة معينة الأشياء اللي خربانة البطريات الخربانة البالبس الخربانة كل هاي الشغلات ترميها لأنه كثير في ناس بتحط بطريات خربانة كارتين كان فيها بطريات بتنترك في الأدراج فوتير أديمة أشياء أديمة كارتين علب كل هاي الشغلات تقطتها مش حلوة إليك ودليل على إنك ملخبط فعشان أنا رتب جوا لازم عني تكون مرتاحة برا لازم أنا أكون شايف الأمور بطريقة واضحة برا لازم أنا أكون يعني مش أصدي بس برا يعني برا لا أصدي كمان الأدراج فلما أفتح الدرج أشوف مثلا درج المطبخ المعالي والشوك وكل إشي مرتبة أشياء قديمة خلص مش كل ما أطلع أشتري معالي جديدة وأحط يعني أنا كان فيها طبع زمان لني بحب أغراض المطبخ كل ما بروح مكان بلاقي بشتري 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 وبحض صارت الدنيا عائمة قاعدة فنويت إني لما أنتقل كل هاي الأشياء أسيبها أخذ أشياء محددة وما أكتر وبعد هيك ما أشتري يوم ما أفكر أشتري بدي أكون طلعت شيء عشان أدخل شيء بدأ له لما أنت بتبدأ تنظم حياتك بهاي الطريقة مع العلم أنتو هتقولولي هاي معقولي هاي بلما أنا نظم بيتي أو خزانتي رح تتنظم حياتك آه لأنه أنت فكرك جوا وعقلك جوا بدي تشوف أشياء مرتبة فبدأت تتحس براحة لأنه إذا أنت ما عرف تتدخل للراحة جواك وتحسنها جواك أتليس حسنها برا عشان أنت تبدأ تشوف وترتاح لأنه صدقوني الأشياء لما تكون كتيرة والكركيب كتيرة أو مش منظمة حتى لو عندك أشياء كتيرة بس مش منظمة حتحس بلخبطة جواك حتحس بعدم راحة عينك نفسها مش مرتاحة إذا العين ما رتحت جوا ما حيرتاح لأنه العين على طول تنيعكس على الدماغ فمجرد أني أنا رتبت برا حتلاقوني بروق لاحظوا الشخص اللي بيقوم من النوم بيرتب سريره شخص يختلف تماماً عن الشخص اللي بيقوم من النوم ما بيرتبش سريره الشخص اللي بترك المجلة عنده أو البنت اللي بتترك المجلة عندها مليانة بتصحى الصباح بتلاقي إشي كمس على صدرها خنقها لكن لما أنا أصحى لقي كل إشي نظيف نفسياً أنا هحس إني مرتاح فترتيب الأشياء الداخلية أو الأشياء الخارجية في البيت كتير بتنعكس علينا كتير بتترك إلها أثر علينا وجود الأشياء الأديمة طاقتها اللي مش حلوة لينو شوفوه كل شيء أديم بيحمل طاقات أديمة كل الأحداث اللي صارت معاك إن كان مثلاً هذا الإشي اشتريته في وقت أنا ما كنتش مبسوط فيه حيذكرك دايماً في الماضي إن كان موجودة الصورة في مخك أو مش موجودة عقلك اللواعي حيصدرها فبالتالي وجود الأشياء الأديمة دائماً بتخليك يستق في أشياء أديمة جدد الأشياء رتبها غير حتى لونها غير ديزاينها حاول لو أنت ما بدك تغير أثاه ممكن تغير ألوانه ممكن تغير مواضعه ممكن تحرك الطاقة حواليه عشان تحس بالتجديد التجديد الخارجي هيأثر عليك داخلي مع العلم إنه جوه جوه هو الأساس لكن أنا لازمش قادر أغير جوه لازم أغير بره شوي عشان أنا أرتاح وابدأ أفتح مجال عندي في الطاقة إنه عيني تشوف أشياء مرتاحة تشوف أشياء واضحة تشوف أشياء نظيفة فأبدأ عقلي يهدى طول ما أنا شايف كركيب طول ما أنا شايف خربطة كل ما أنا عقلي بيزيد خربطة فتأثير الأشياء الخارجية عندنا كتير لها أثر علينا كبير فبالتالي كل شخص حابب يرتب حياته لازم يترتب مكتبك يترتب غرفتك يترتب الديسكتوب تبعك يترتب موبايلك في أشياء كتير في الموبايل ما إلها داعي وصور ما إلها داعي وكابتشر أنت شغلاتك عملت لها كابتشر ما إلها داعي إلغيها فضي مش كل إشي موجود في الموبايل لازم يكون موجود مش كل رقم موجود في الموبايل لازم يضل مش كل محادثة صارت بينك وبين إلا إذا كان بيزنس طبعا مش كل محادثة صارت بينك وبين أي حدا لازم تضل حاول تجدد وتنظف ستيب باي ستيب حتلاقي حياتك لحالها أوتوماتيك بدأت ترتب ليش كل ما رتبت طبعا إحنا دايما نقول رتب الداخل يترتب بالخارج إذا مش عارف أرتب الداخل أتليست أرتب إشي فيزيكا أرتب بالخارج عشان أنا شوي أقدر أترك مساحة للداخل إنه يبدأ يهدى لكن أنا شايف لخبطة بره ولخبطة جوه هاي مشكلة فعشان أنا أرتب جوه وبره ومش عارف أرتب جوه خليني أرتب بره أعمل مساحة إلي مثلا للميديتيشن إن شاء الله أجيب كوشن وأحطه على الأرض وأحط جنبي شمعة وأنا أعتبر إنه هذه هي مساحة الميديتيشن تبعتي أحطها حتبعت لي هيك طاقة حلوة روحانية حلوة مكان إلي للصلاة بخلي هذا المكان إلي للصلاة برتبه على هذا الأساس برتب خزانتي بترك مكان إن كان درج إن كان رف إن كان مساحة عند التعليق فاضية عشان أقول للكون ابعت لي المزيد الأدراج اللي في الغرف التانية بخليها مرتبة منظمة أكب الأشياء اللي ما إلها داعي عندي مثلا بطريات أديمة مش عارف لش معلقة على البطريات بس إنه بطريات أديمة إضاءات أديمة شغلات أديمة إكسسوار أنا ما بديها علب فيكس في مكان كل فاضية كلها برميها وبخلي درج في الأساسيات بنظم وبرتب وبعمل أورغانايز بتعلم فيه فيديوهات لناس كتير موجودة وبجب لكم إذا بدكم أسماء تتعلموا منهم طريقة الترتيب وشغلات كتير حلوة وفي حتى ناس كورية عندها شغلات كتير حلوة وفيديوهات لناس يابانية وكوريين بالمساحات الصغيرة بتشتغلوا فيها بطريقة كتير حلوة للتلاجات للخزنات للحمامات لكل الأماكن بحيث أصلا طريقة تصويرهم بتشهيكي إنك تسوي جزء منه في بيتك يعني في فيديوهات جدا ممكن تثريكي في هذا الجانب وستدقوني كتير ممتع الموضوع تبري بروجيكت كل يوم أنا مثلا من الناس اللي لما بتعمل المطبخ عندها ما بعمل مطبخ مرة واحدة لا بمسك خزانة خزانة حشان أكون مروقة خزانة خزانة بفضي هذا بحط هذا بشيل هذا هاي إلها لزوم هاي ما إلها لزوم وبرتب وبنظف وخلص أنا مش من النوع اللي بتعمل جرد مرة واحدة لازم أعمل كل شيء ستب باي ستب لأني أنا ما بحبش أطلع كل الأغراض مرة بعدين أتفاجأ أحس أني أنا ما إلي مزاج لا بطلع جزء جزء أقدر أني أراجعه لو كان مزاجي مش رايح على أنه هلأ أكمل ترتيب عرفته فالفكرة أني أنا خليني أرتب طاقة مكاني أدخل الشمس عليها أجدد أنا حتى لما يكون الدنيا صيف لازم أفتح شوي الشبان أجدد الطاقة الصبح عشان تتجدد طاقة الغرفة أو المكان اللي أنا بقعد فيه عشان ركود الطاقة طول الليل ما بيسمح إلها إنها بتحسي حتى وانتي عادة مخنوقة ما بيسمح إنه يجدد الأنرجي الموجود في الغرفة وطبعا أنا عندي فيديوهات كثير عن قصة المرمية أحرق مرمية أحرق أي أعشاب ممكن أحس ممكن تحرقي مرمية أرفة، روزميري، حصلبان، أي شيء من هاي الأشياء حلوة طاقتها في المكان بحيث إنه بتساعدنا إنه كمان نشيل الطاقات السلبية من المكان ونجدد طاقة المكان اللي إحنا فيه هذا كان الفيديو لليوم وإن شاء الله يكون ساعدكم أو إن شاء الله يساعدكم إنكم تجددوا طاقتكم وتغيروا شوي من الفايب تبعكم شكراً لكم إذا عندكم أي أسئلة بتخص هذا الموضوع أنا بعمل استشارات لطاقة المكان وعندي كورس لطاقة المكان وعندي دهورة لطاقة المكان أي حدا حابب يسأل أو يستفسر ممكن إنكم تشوفوا الموبايل تبعتولي فيه على الواتس أب أو تدخلوا على لينك الويب سايت تبعنا وتحجزوا أي شيء من اللي أنا قلته إن كان استشارة إن كان حتى استشارة لبزنس أونلاين أو بزنس موجود يعني محل أو مكتب فاستشارة لبيتك لمكتبك أو كورس أو دورة تقدروا تستفيدوا منها فيها معلومات كتير موجودة مش كل المعلومات طبعاً اللي موجودة في الكورسات أو اللي موجودة في الاستشارة بتكون هي المعلومات اللي بتم سردها في الفيديوهات في معلومات أكتر ومعلومات أعمق وطرق وريتشولز أنا بعطيها للأشخاص اللي بياخدوا معي استشارة أو الأشخاص اللي بياخدوا الكورسات معايا كيف إنه طاقة بيتهم يجددوها أو إذا أنا الموجودين للأشخاص قريب مني بقدر أعمل زيارة للمكان وأنا بعمل تجديد للطاقة وتنظيف لهاي الطاقة شكراً للجميع وإن شاء الله يا ربي أكون دفتكم